غزة المظلمة ده كان عنوان الإيكونوميست اللي رشرت صور بالأمر الصناعي لمشروع بلاك ماربل بتاع ناسا والصور بتوري الظلام اللي بيعيش في أهل غزة من بداية طفان الأقصى لحد النهاردة الإيكونوميست قالت إن تقريباً 70% من كهرباء قطاع جاية من خطوط إسرائيلية والباقي من محطات شغالة بالوقود الوضع دلوقتي لا خطوط كهرباء ولا وقود والنتيجة ظلام حالك ودامس وبتقول إن العالي غزة هي الأكثر قتامة في العالم خلال آخر عشر سنين خصوصاً إن عدد السكان زاد من 2012 للنهاردة وبتقول الظلام بيسيطر على 90% من قطاع غزة عايز أقول على مرضو الفنانين متحة صالح ليه أغنية من كلمات الشهر مجدي كامل كانت أغنية فيلم الزعيم عد الإمام أمير الظلام بيقول فيها النور مكانه في القلوب وده اللي الاحتلال مش فهمه لحد دلوقتي أو فهمه بس بيقاوح ويكابر ويداري على معرفش إيه بالعجرفة بتاعته النور مكانه في قلوب كل مؤمن بقضيته النور في قلوب كل طفل بيودع صحابه وقريبه ونفسه في ربع ساعة نوم من غير خوف أو لقمة سد جوعه أو كباية مية نظيفة النور في قلوب كل سيدة فقدت ابنها أو زوجها أو أخوها أو حفدها وفضلت وقفة صمدة تربي الأجيال على المقاومة النور في قلوب كل الصادقين يا قادة الاحتلال النور مش في الشوارع نضلموا غزة نضلموا الشوارع نضلموا السوشيال ميديا وضلموا على المظاهرات اللي بتهجبكم في العالم كله ضلموها مهما تضلموها لا يمكن هتضلموا قلوب المناضلين طب هم بقى حوالهم إيه حوالهم بتقول هلنا بلومبرج اللي نشر تقرير بعنوان نتانياهو العالق بين الحرب وأزمات السوق بتتكلم فيه عن كلفة الحرب على غزة اللي بتكلف اسرائيل 260 مليون دولار في اليوم وبتقول اسرائيل ما كانتش عاملة حسابها على التكلفة دي اللي سببت خسائر اقتصادية وصلت لثمانية مليار دولار لحد دلوقتي صح أمريكا عمالت دخلها فلوس بس خليني أقولكو العين على حاجة تانية العين على 14 مليار شكل اللي هم حوالي 3 مليار ونص دولار 3 مليار وستة من عشرة حكومة نتانياه وفقت انها تقدمها منحة للمدارس الدينية في اسرائيل الفلوس دي من مخصصات اسمها أموال الاقتلاف دي مخصصات مادية كده للأحزاب اللي بتشارك في الحكومة فانتانياه قرر ياخدها ويدي المدارس الدينية اليهودية اللي بالمناسبة بترعى المستوطنين اللي قلت لكم عنهم أكتر من مرة آخره ومبارح انهم حثالة العالم بلومبرج بالمناسبة بتقول المدارس دي مش بتدرس للغات ولا رياضة ولا علوم يعني من الآخر ما بتطلعش ناس مفيدة بتطلع شوية متطرفين فطبيعي تاخد الدعم من حكومة الأكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل الداخل في اسرائيل بيغلي كل منتظر ان نتانياه يوقف المنحة من غيلة بستينيلا دي ويودي الفلوس يحطها في الاقتصاد الاسرائيلي اللي بيدفع تمن الحرب وحتى طلع محلل اقتصادي كبير اسمه رافي جوزلان قال لبلومبرج لو الحكومة متمسكة بالمنح يبقى تدفع قصادها ديون ودي معادلة بسيطة ويقولوا التدخم زاد سبع أضعاف على السنة اللي فاتت وخطط الاقتراض زادت خمسة وسبعين في المية وفوق ده كله اسرائيل ابتدت تطرح سندات عشان تغطي تكلفة الحرب والسندات دي احنا زي ما احنا عارفين كويس انها شكل من أشكال الاستدانة فبيكون لها تكلفة تأمين واسرائيل طبعا اضطرت ترفع تكلفة التأمين عن العجز اللي اكتر من الضعف عشان اي مستثمر يوافق ان يشتري السندات دي